صباح الخير عليكم وازايكم حبيبي يا رب تكونوا بخير معاك وفاء السلامة والنهاردة هنعمل شوية حاجات في المطبخ او عادية نكتسبها احنا بنكتسبها طول ما احنا بنمشي وادنا فيها باستمرار اول حاجة هبتحطي لمساتك طبعا في المطبخ وانتو عارفين كل 6 بيت لها لمسة معينة في المطبخ دايما نحطي زرعة مثلا في المطبخ خلي برطة مناطق دايما نضيفة او منظمة في مكان وادراجك المعالق والشوك والفكاكين والحاجات الصغيرة دي بتحطي لها المنظمات دي لو عندك حتى منظمات بلاستيك بتجيبيها وبتزبطيها في الادراج الركن دا فاكرين كنا عاملين في القهوة والشاي والحاجات دي اللي هي زمان قبل كده واريته لكم وعملت فيديو ممكن اسيبه في صندوق الوصف الادراج دي دلوقتي او المنظم دا دلوقتي بتباع ارفف مجمعة او في منه صغير وفي منه كبير واستعمل ورخيز مش غالي يعني دلوقتي في التناول الجميع بس انا ايامها من حوالي خمس سنين عملته كان عجبني احب شكل البرطة مناط نديفة خصوصا الازاز احب اخزن فيها جدا واحب الحبوب او التوابل بتاعتي تبقى صحيحة ما بجيبهاش من المحل او من العطارة جاهزة انا بطحنها في البيت بنظفها البرطة مناط والازاز اللي انتو شايفينها دي معايا انا بحط فيها بواقل حاجات الركن دا ركن بحط فيه مناديل ايه قطعات خشب ايه الحوامل اللي هي بتبقى بتاعة الاطباق او اواحد الاطباق فكل حاجة بتبقى جامبي حوالي الكاتل يبقى نظيف وكويس الفيديو الجاي ان شاء الله ههملكو تنظيف الكاتل بازن الله قهوة وشاي ونسكة فيه والسكر وسكر الضايت والحاجات دي كلها لازم تبقى مجمعة بسكت واحد بشكل حال وكده بيبقى حل وقوي في المطبخ احلى حاجة في الدينية لما الرخامة تبقى نظيفة تصحي او تباتي والرخامة بتبقى نظيفة درج الاول دا عشان اسهل على نفسي دايما بحط فيه المعالب والشوك والسكاكين صغيرة او السيليكون علشان بقلب بيها تيفان اما بالضلفة اللي فوق دي انا بجمع كل الادوات او الاجهزة الكهربائية وحطاها فيه علشان ما تفشي مني في حاجات صغيرة زي الهند بلندر والقطع بتاعته او المفرومة الصغيرة فبتبقى لازم انت تخدي بالك انهائيه ما تفشي منك فبتجمعيها في مكان واحد كل الرخامة تبقى نظيفة انا بالنسبالي دي سعادة يعني الازايز دي بصراحة بتاعت اللبن انا بفضيها واخسلها وانا شفها كويس وحط فيها بوائي المكارونة الاكياس اللي بتتفضل بوائي الرز والعدس والحاجات البقوليات دي كلها فبتحتفظ بيها اما الضلفة دي فهي ضلفة الاطباق اليومية فيها كل حاجة انا بستخدمها في اليوم من اطباق وكبيات حاجات كده ايه بتاعت عصير وكده فكنين السلفر ده ده كان ستيكرز بس ما كانش يشغال معايا بس لزقته لزق بالسالوتيب العريض فجمع معايا فكده احلى وديني اضاءة اكتر في المطبخ اقوى يعني بالنسبة لتنظيف البتوجاز يوميا انا بنظفه كل يوم بمية وكلور بس مية عليها كلور وبمسحه بس من بوع زيت لو بحمر بطاطس او حاجات وبس بنظفه كده يوميا بيبقى زي الفل ومعلهوش اي حاجة الدلفة دي خاصة بالزيت والسمن والقطع الكبيرة اللي هي البرطمانات الكبيرة اللي بحط فيها التوابل بتبقى جنب البتوجاز قريبة منه عشان يبقى سهل قوي وانا بقى ايه بقى جهز اكلي اما بالنسبة للدوارة دي فبصراحة دي ممتازة جدا بحط فيها التوابل المهمة جدا في اليوم او في استخدام اليوم الدرجة التاني بقى بحط فيه الكبايات واللي تبقى صغنانة بتاعة القهوة استجانات الشاي وكبايات القهوة مجات نسكة فيه كل ده بيبقى موجود هنا اما الدرجة التالت فهو فيه القدعة الكبيرة معلق السيلكون والمعالي الخشب والسكاكين الكبيرة والمواسك اللي هي الماسك بتاع الاكل هنا جنب الحود انا عاملة رفة دي حط فيها البريل بتاع الحود بتاع المواعين يعني وحط فيها جلافز وحط فيها دي تول كل الحاجات اللي انا بستخدمها ممكن بتلاقيوني حطاها في المكان ده عشان يبقى على طول تحت ايدي ودايما الراديو مش اغلا في ازاية القرآن الكريم عشان بحب اسمعها في المطبخ وانا بشتغل عشان تسهيلي كمان عليك يومك لازم كل حاجة بتنظفيها حطيها في طبق ورميها على طول في الزبالة عشان رخامة تبقى نظيف بالنسبة للحود ودي اخر حاجة انا حب دايما ننظفه ما يبقاش فيه اي بقع بقع المية او قطرات المية اللي بتنزل بتعمل ايه تخلي الحود كده مجاير فدايما نصيحة مني كل يوم قبل ما تنايمي او بعد ما تخلصي ما تضفق الصبح بالليل لازم تنشفيه كويس وتخليه يلمع اتمنى يا ربي الفيديو يعجبكم ما تنسينيش من اللايك والشير سبسكرايب للقناة واتمنى كمان فيديوهاتي تستفادوا منها بالقدر اللي انا بتمنى احب بيت دايما كمان الحود وكل حاجة نظيفة حوالي السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة